في زمن قديم تلا بعثة نبي الله عيسى عليه السلام عاش غلام صالح في مدينة رقمات كانت المدينة في منطقة نجران جنوب الحجاز وكان يحكمها ملك ظالم يدعى يوسف ذو نواسن الحميري ولأنه ظالم أهمل تعاليم دينه اليهودي ورفع من شأن السحرة والمفسدين وفي تلك الأجواء الفاسدة نمى صاحبنا الغلام الصالح لقد كبر ولدنا عبد الله وحان الوقت لنعلمه حرفة يرتزق منها معك حق الرعي لم يعد يجدي في تلك الأرض ما رأيك أن نبعثه إلى المعبد ليكون كاهنا ما هذه الفكرة الغريبة إن الكهنة لا يجد نقوت يومهم نريد حرفة لها مستقبل صانع أصنام بائع خمور وزير تفضلي يا أمي الحليب تفضل يا أبي بالهناء والشفاء الساحر يا مولاي الملك يطلب الإذن بالمقابلة دعه يدخل ما الذي أتى بك أيها الساحر لقد كبرت يا مولاي وأخشى أن تضيع علومي ويندثر فن السحر بعد موتي لهذا أقترح أن تأذن لي بتدريب صبي أو أكثر على السحر لك هذا اختر من شئت من الصبية وأحسن تدريبهم وحاذر أن يتسرب هذا العلم لعامة الناس لقد اختنقت الحمامة في كم ثوبك أيها الأحمق التالي يا لها من براعة أحسنت يا غلام الفضل يعود لمن علمني وتحسن الكلام أيضا هيا انتهى درس اليوم انتظر أنت يا عبد الله أحسنت يا غلام سأجعلك تشارك في احتفال جلوس الملك يوسف ذي نواس هل سأحصل على مكافأة يا سيدي إذا أحسنت خداع البصر لا تذكر كلمة خداع البصر هذه مرة أخرى لن يهابك الناس ويحترموك إلا إذا وثقوا بأنك ساحر وتستطيع أن تؤذيهم آه النجده النجده أنت الساحر الصغير نعم يا سيدي أنا هو أرجوك أن تقذف لي بحبل وتجذبني ها هو الحبل ها هو الحبل اجعله يطير إلى حيث ترقد وانقذ نفسك انتظر يا سيدي لا أستطيع فعل هذا إذن ارفع نفسك إلى خارج الحفرة مثل ما ترفع الصخور ماذا تريد مني؟ أريدك أن تبصر الحقيقة لا تستمر في خداع نفسك من تكون؟ أنا الراهب الراهب الذي يبحث عنه الملك ليقتله ألست خائفا أن أبلغ عنك؟ لا يخاف الناس من يدعو إلى رب الناس من أين تأتي بهذا الكلام الطيب؟ من القلب إذا صفى بذكر الله هل تريد أن أعلمك ما ينفعك؟ ولكن ماذا أقول للساحر عندما أغيب عن دروسي؟ وماذا أقول لأهلي؟ قل للساحر حبسني أهلي لأخدمهم وقل لأهلك حبسني الساحر وأخشى أن يؤذيني إذا ما عصيده ما الذي منعك عني كل هذا الوقت؟ لقد حبسني أهلي لأخدمهم هذا ليس صحيحا أنت تكذب وما هي الحقيقة إذن؟ الحقيقة أن أهلك خافوا عليك من الدابة المخيفة التي ظهرت للناس معك حق يجب أن نفعل شيئا ماذا تقصد؟ الناس تقول لماذا لا يتخلص الساحر من الدابة ويقضي عليها ويريحنا؟ هل تنوي أن تواجه الدابة فعلا؟ لا أدري فكر أنت في حيلة تقضي بها على الدابة أنا؟ ستقضي الدابة عليك لا تخافوا إنني أنتظرها اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ إنه ليس إلا خداع اللهم إن كان أمر الله بيحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين كان الغلام الطيب كما تعلم حائرا بين الساحر والراهب إلى أن قابل الدابة الضخمة واستطاع أن يقضي عليها بدعاء علمه له الراهب هنا عرف طريقة وقرر أن يسير على خط الراهب ويتقرب إلى الله أكثر ويهجر السحر وأكاذيبه سمعت بما حدث هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟ أنا لم أفعل شيئا اسم الله وأمر الله هما الذان قتل الدابة بارك الله فيك يا بني أعلم يا بني أنك ستبتلى وربما يعذبونك ويحاولون قتلك من هم؟ أعداء الحق وهم كثيرون وأولهم الملك الظالم أريد منك شيئا إذا أحاطوا بك وكذبوك لا تدلهم علي ولا تدلهم على مكاني هذا امضي الآن إلى قدرك ولا تنشغل بأمر الناس قال الغلام شيئا ما وألقى حجرا صغيرا فوقعت الدابة على الفور أظنه قال باسم رب موسى ورب عيسى ولما تبين بقية العبارة يا له من غلام شجاع هل قضى على الدابة بسحره؟ بالطبع لا وإلا فلماذا لم يقتلها الساحل الكبير؟ إنه أقرب للمعجزات لم أعرف سبب تشريفك لنا بالزيارة أريد ولدك في أمر خطير لو صدق ظني وعاد لي بصري سأعطيكما ثروة كبيرة لكن ولدي لم يدرس الطب ولم يجرب أن يعالج أحدا من قبل لن تخسر شيئا من المحاولة أهلا بك ضيفا عزيزا يا جليس الملك يعتقد السيد أن بإمكانك أن ترد إليه بصره هذا أمر لا يستطيعه إلا الله لا أملك لك إلا الدعاء اللهم شفيه بشفائك ورد إليه بصره إنك على كل شيء قدير ما هذا؟ ما هذا؟ إني أرى لا أصدق أرى كل شيء بوضوح كيف؟ كيف أشكرك؟ أشكر الله الذي رد إليك بصرك سوف أعطيك نصف ثروتي باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين إلى أين أيها الفارس؟ أريد رؤية الملك فورا الملك في اجتماع مهم ولا أستطيع إزعاجه قل للملك إن رسولا من نجران يحمل أخبارا مهمة ويريد أن يراك الآن هذه أخبار سيئة حدثني عنها بالتفصيل دخل الدين الجديد إلى نجران كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران أكمل حديثك من هو صاحب الدين الجديد؟ يقولون إن صاحبه نبي يسمونه عيسى المسيح ما الذي يدعو إليه؟ يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده من الذي دخل في الدين الجديد؟ دخل فيه الوثنيون وآمنوا بالله ودخل فيه بعض اليهود وهناك فتنة بينهم كل هذا وأنا لا أعرف كيف تسلل هذا الدين إلى نجران من المسؤول عنه؟ غلام مؤمن يقولون أنه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص ولديه بعض من قدرات النبي الذي آمن به يجب أن نؤدب الذين هجروا ديننا وسوف يكون تأديبهم حاسما أظنني قد عرفت من هو الغلام وكيف أصل إليه سععف عنك إذا نفذت أوامري تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي لن أضلل الناس لأنال عفوك زيدوه عذابا آه لا إله إلا الله وحده رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين أنت تكفر بألوهيتي تتحداني اقتلوه مولاي الملك هل تأذنوا لي بالحديث منفردين؟ انتظروا ماذا تريد؟ لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلاً أسطورياً في أعين البسطاء من الناس أتعتقد ذلك؟ نعم يا مولاي لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض هذا كلام صحيح ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟ من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا وضح فكرتك أكثر أقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيت والبيوت ويقول على الحاضر أن يبلغ الغائب أمر الملك الإله يوسف ذي نواس بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين اختيار صائب تفكير حكيم أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما الموت جزاء عادل للخيانة أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه نعم هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذي نواس أدام الله فضله على الحاضر أن يبلغ الغائب لماذا يتجهون للجبل يا تورا؟ هل هي رحلة صيد؟ الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا علينا أن نترجل يا سيدي حتى نصيد الغزلان البرية كما تريدون سأكون أولكم في الصعود هذه مسافة كافية لا سنصعد للأعلى ليكون الموت مؤكدا أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى اقتراح عظيم يا سيدي والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده أعرف أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني تعرف؟ ولماذا لم تحاول الهرب؟ وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟ ألست خائفا؟ لا يطمئن قلبي بذكر ربي اللهم كفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير الجبل يهتز النجدة ألم تذبع الجنود إلى رحلة الصيد؟ بل ذهبت حيث أردت ولم يقصر جنودك في آداء مهمة لكنها إرادة الله كيف نجوت منهم؟ أنجاني السميع العليم دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وسقطوا جميعا بينما نجوت أنا بفضل الله وحده لماذا عدت؟ أتتحداني؟ بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟ ألم تعرف بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمره؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟ اقبضوا عليه هذه المرة لن ينجو يا مولاي سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة ولم يعد أحد منه حيا ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟ وهل تملك أن تعصي رأي الملك؟ هل نلقيه الآن؟ انتظر انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقا أرأيت؟ سنهلك جميعا أعد قارب النجاح لم ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده هو الذي ينجيكم في ظلمات البر والبح ويوم الهول العظيم الله هو المليك المقتدر أيها الرفاق أصمت كمموا فماه اللهم اكفنيهم بما شئت النجدى عندي أخبار سارة يا مولاي ماذا؟ هلك الغلام؟ نعم السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد وجنودي وتجارتي هلكوا أيضا هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها لن يتهمك أحد بقتله ألي هذا الحد أنت حريص على قتلي؟ ماذا؟ أنت حي؟ نعم كما ترى هذا أمر الله ولن أموت إلا بما شئته وحده إذا كنت حريصا على موتي فسأدلك كيف تقتلني هل أنت جاد في كلامك؟ نعم ولكن عليك أن تنقي عني في كل ما أطلبه منك لست مقتنعا بما سيحدث يا مولاي إنه يسخر منا أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منه لا يهمني لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية وأن أصدق وعده لن يأتي يا مولاي صدقني بل سيأتي ها هو أيها الناس الملك ذو نواسن الحميري يريد أن يقول لكم كلمة لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب إلزموا الصمت نفذوا الحكم صوبوا عليه من يرديه قتيلة فله مكافأة عندي أنت تسحر رماح الجنود وسهامهم لست ساحر إنما أنا عبد من عباد الله أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم سأقتلك برمح أب الملك ذو نواسن الحميري لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي وأنت تدعو بصوت عان باسم رب الغلام هذه الأسهم غير حادة إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة هل تسخر منا؟ بل أبلغك بالوسيلة إذا أرتقتني حقا فنفذ ما قلته لك بسم رب الغلام يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع بسم رب الغلام اللهم إني أحمدك على الإيمان بك وعلى الموت في سبيلك وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم والفوز بجنتك أشهد أن لا إله إلا الله الموت للغلام الخائن رددوا معي الموت للخائن أمنا برب الغلام أصمتوا قل تصمتوا مرهم أن يصمتوا سأقتل من يفتح فما لم يجدي هذا الآن يا مولاي الناس ثائرون لمقتل الغلام سأقتلهم جميعا أيها الجنود احفروا أخدودا كبيرا واسعا يتسع لكل سكان المدينة ومن يستمر على عسياني سألقيه في النار حيا هكذا سيرتدع الجميع أكفروا برب هذا الغلام وأنا أعفو عنكم لا إله إلا الله عيسى المسيح نبي الله حسنا أنتم تستحقون العقاب اقلفوهم جميعا ليعرفوا من بيده العذاب ومن لديه النار المحرقة لا إله إلا الله عيسى المسيح نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله are you'amick Där تحرك أتحرك هنا طفلا رضيعا وأمه م duranteكم أصدق أنت أني أخذفها إلى الغنود كيف يطيق هذا الصغير العذاب؟ يا إلهي ماذا أفعل؟ اسمري يا أمي أنت على الحق الرضيع يتحدث لا إله إلا الله ألقوهم جميعا في الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أنا لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير أحداث قصتنا قبل مولد المسيح عليه السلام في قرية أغلب ظني أنها أنطاكيا وكان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام أرجوك أيها الإله العظيم استجب لي وعافني لقد كرهت صورة المشوهة واعتزال الناس لي ألم تمل من مخاطبته طوال سنوات عمرك أخفض صوتك يا ذهبان حتى لا يغضب الإله علينا وهل يمكن أن يغضب عليك أكثر من هذا تعيش في فقر دائم وأنت أفضل نجار وإسكافي وصانع حبال في أنطاكية كلها لا أحتاج المال في شيء أمرك عجيب أنت الوحيد في هذه الدنيا الذي لا يحتاج إلى مال أحتاج فقط أن أشفى من مرضي مولاي الملك العظيم أنطيخس ما الأخبار أيها القائد مسقول رأيت يا مولاي رجلين يجوبان القرية ويدعيان أنهما من أنبياء الله وهل اتبعهما أحد حتى الآن لا الجميع يكذبونهما إذن لا أهمية لهما انصرف واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين لماذا أطلقتني يا أبا الجوخ هل من أخبار جديدة نعم يا مولاي مدعي النبوة زاد عليهما مدعي ثالث صاروا ثلاثة لكنهم حتى الآن لم ينجحوا في إقناع الناس ولكن وجود ثلاثة متأمرين يدعون الناس إلى الكفر بآلهتنا أمر خطير بماذا يأمر مولاي هددهم باستخدام القوة ولننتظر النتيجة قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لماذا لا تجيبنا يا بطاح إنني أدعوك منذ عشرات السنين وأتصدق بنصف مالي أما زلت تحدث الإله لماذا هو غاضب علي أم تراه لا يسمع ولا يرى تتحدث كما يتحدث المتآمرون أي متآمرين هؤلاء الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون لم أسمع بهم يقولون إن آلهتنا مجرد أصنام لا تضر ولا تنفع يا لجرأتهم ألا يخشون من غضبهم يعبدون إلها غير ما نعبد يقولون إنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير يجب أن أراهم وأسمع منهم بنفسي وبينما النجار حبيب جالس أمام داره زاره أنبياء الله الثلاثة ووجد منهم حنانا ورفقا وتواضعا لم يرى مثله في حياته تقولون إن ربكم سميع وبصير وأنه على كل شيء قدير هل من آية تدل على صدقكم؟ قالوا نعم نحن ندعو ربنا القدير فيكشف ما بك إن هذا العجيب إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في ليلة واحدة؟ دعا له الأنبياء الثلاثة فكشف الله ما به وعاد الرجل جميلا نظرا ما هذا؟ هم؟ ها؟ يا له من وجه جميل آمنت برب المرسلين آمنت برب المرسلين ماذا قال لك المتآمرون يا مسقول؟ رفضوا كل ما عرضناه عليهم من حلول يا مولاي يجب أن يعذبوا عذابا شديدا ويرجموا بالحجارة حتى الموت اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي ما هذا؟ أين حبيب؟ دهبان كيف حالك؟ هل تعرفني أيها السيد؟ أه؟ أتمزح؟ أنا النجار حبيب لا لاست هو إن لك نفس صوته ولكن ولكن وجه حبيب وجسده لقد دعا لي أنبياء الله وشفيت من مرضي وعاد جلدي إلى طبيعته بل قل عدت إلى ريعان الشباب لا أكاد أصدق هذا من فضل الله ودعاء الأنبياء الصالحين لي مساكين سيعذبون حتى الموت أنبياء الله يعذبون؟ من قال هذا؟ هذا قرار الملك أنتخوس وقائده مسقول يبحث عنهم الآن يجب أن أسعى لأمنعهم من عمل ذلك ماذا بك أيها الرجل الغريب؟ كأنك تحاول الفرار من وحش بل أحاول الفرار مما هو أشد وأسوأ عذاب الآخرة عما تتحدث صوتك صوت النجار حبيب أنا هو وقد دعا لي أنبياء الله الثلاثة فشفيت تقصد المتآمرين الثلاثة إنهم أنبياء الله حقا وصدقا أتريدون دليلا أكثر من الجذام الذي شفيت منه في لحظة؟ أرجوكم أرجوكم أن تتبعوا الرسل ومن قال إنهم رسل؟ آيتهم تبدو على وجهي إذن ابتعد عن هؤلاء المتآمرين يريدون تضليلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لماذا؟ ما مصلحتهم؟ إنهم لم يطلبوا مالا ولا جاها في سبيل الدعوة ألا تخشى على نفسك من إعلان العصيان والتمرد؟ الله أولى أن أخشاه تعال إلى صفوف المؤمنين أيها القائد بل تعال أنت أمام الملك متهما بالتحريض على العصيان بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدرا وهم مهتدون ما قولك يا حبيب؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين يحكم على المتهم بالموت ضربا بالأقدام هيا لتنفيذ حكم العدالة إني آمنت بربكم فاسمعون خذ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون خذ يا عدو الآلهة آه آه أدعو الله أن يغفر لكم ويهديكم آه مت يا رجل آه 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 يا ليتكم ترون جزاء الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وأن المرسلين على حقه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لقد سوينا به الأرض تماما صار كالتراب وما مصير الرجال الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون من ربهم تركوا الأرض يا مولاي حذرونا وهم يهربون من عذاب ربهم دعونا من قصة المرسلين الثلاثة وحبيب النجار ولنفرغ لأعمالنا المهمة ما هذا؟ هل قابت الشمس فجأة؟ النجدة 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 جنودي جنودي النجدة ابتعد عني آه آه أهرب 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 النجدة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون إنها سنة مولد إمام دار الهجرة وعالم المدينة مالك بن أنس وقد اهتم عمه نافع المكي به وكان أنس أبو مالك حريصا على زرع حب العلم والتعلم في أبنائه ماذا يفعل من أدرك صلاة الجمعة بعد قيام الإمام من الركعة الثانية؟ يسلم مع الإمام ثم يصلي ركعته الجمعة لا إدراك صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة منها فإذا فاتته الركعة الثانية يسلم مع الإمام ثم يتم صلاته ظهرا أربع ركعات إجابة النظر هي الصحيحة لم أكن أحب أن تتسرع في الإجابة يا مالك أأنت غاضب مني يا أبي طبعا ليست هذه صفات من يريد الاستمرار في طريق العلم يا مالك أثر هذا الموقف في مالك ولكنه لم يضعف عزيمته بل على العكس جعله أكثر إصرارا على إكمال رحلته في طلب العلم فأنضى سبع سنوات يتلقى العلم من العالم الكبير بن هرمز وكان أيضا ينتظر الإمام نافعا مولى بن عمر رضي الله عنه في الحر الشديد أمام منزله فإذا خرج للصلاة صاحبه مالك حتى ينهي الإمام صلاته فينهل مالك من علمه وفقهه وكان ممن لازمه مالك الإمام بن شهاب الزهري اليوم يوم العيد ولا بد أن الإمام الزهري سيخلو اليوم مع نفسه قليلا انظر هل هناك من يقف بالباب إنه مالك يا سيدي ذلك الفتى الأشقر أدخله إذن تعال يا مالك هل تناولت طعاما؟ لا ولا حاجة لي بالطعام فأنا جائع لما هو أهم وما هو؟ جائع للعلم حدثني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حسنا اكتب هذا يكفي اليوم ألن تخبرني بالمزيد؟ إذا استطعت حفظ هذه الأحاديث الأربعين فأنت من الحفاظ لقد حفظتها بالفعل ماذا؟ حسنا حسنا هاتي هذه الألواح أعد على مسامع ما أخبرتك به من أحاديث انطلق مالك يقرأ الأحاديث وقد حفظها عن ظهر قلبه حتى انتهى من الأربعين حديثا ما شاء الله أنت بالفعل من الحفاظ يا مالك أرى أرى أننا كسبنا عالما جديدا وما هو إلا وقت قصير حتى على نجم مالك وملأت شهرته الآفاق بعد أن أخلص في طلب العلم ليبدأ في تعليم الناس وهو لم يبلغ بعد السابعة عشرة تعال أريد أن أسأل هذا العالم سؤالا عالم هل ضعف بصرك؟ هذا شاب صغير أعرف إنه مالك بن أنس ألا تعرفه أنت؟ بلى ولا أظن أنني سأهتم بأمره إن أصغر أبنائي أكبر منه تعال معي تعال معي إذن لتتأكد بنفسك من علمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبرني يا مالك ماذا يفعل من وجد مالا في سوق ولم يستدل على صاحبه؟ رأيي أن يعلن عما وجده ويسأل عن صاحب المال مدة عام فإن مضى عام ولم يأتي صاحب المال فليتصدق بهذا المال فإن ظهر صاحب المال بعد العام فليخبره بمن وجد المال بما فعله فإن وافق صاحب المال وأراد الثواب فهو خير له وانتهى الأمر وإن طلب ماله فليرده إليه ولكنني سمعت من يقول أنه يمكنني أن أتاجر بالمبلغ واعتبره وديعة عندي متى ظهر صاحبه رددته إليه ألا لم أقل لك إنها فتوى فأنا لم أصل بعض إلى منزلة من العلم تؤهلني ولكني أقول لك رأيي فيما أعلم بارك الله فيك يا مالك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورغم سعة علم الإمام مالك كان يخشى الفتوى فلم يفت إلا بعد أن استشار أربعين عالما من علماء المدينة وبعد أن وصل سنه إلى الأربعين لا يؤخذ العلم من أربع سفيه يعلن سفهة حتى وإن كان من أعلم الناس وصاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه وكذاب يكذب في أحاديث الناس وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به فهؤلاء لا أشكك في علمهم ولكن لا أحب أن يكونوا قدوة ومعلمين لغيرهم وهم مقصرون في علاج أنفسهم كان مالك يغتنم أي فرصة يستطيع أن ينصح فيها لله تعالى أينما كان وأيما كانت الظروف آه هذا كرسي من أجود أنواع الأخشاب إذا اشتريته الآن فتأكد من أن ابنك سيجلس عليه بعد سنوات طوال يحكي لأحفاده ذكرياته عن هذا الكرسي أحفاد ابني أتعني أنه سيبقى كل هذه السنوات؟ بإذن الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها هو علمنا الجليل مالك بن أنس إنه أحد زبائني وأنا متأكد بأنه سيشهد بجودة صنعتي مرحبا بك أيها الإمام ما الأمر؟ هل اختلفتما على السعر؟ أعلم أن الأثاث الذي يبيعه هذا النجار غال بعض الشيء ولكنه يستحق وهذه شهادة مجرب إذا دخلت منزل الإمام مالك ستجد كثيرا من قطع الأثاث التي صنعتها بنفسي فلديه مكان مخصص لاستقبال من يأتيه من المسلمين فإمامنا مضياف وكريم ولم يشتكي من أسعاري أبدا الاختلاف ليس على المال يا سيدي ولكنني سمعت كلاما في حق هذا النجار وهذا ما يجعلني مترددا في الشراء منه أي كلام؟ تكلم أيها الرجل ماذا سمعت؟ هل هناك من يشكك في جودة صنعتي؟ بل يزعم بعض من أعرف أن السر في جودة الأخشاب التي تصنع منها هذا الأثاث يقول إنها مسروقة من أخشاب سفن الفرنجة التي هزمتها جيوش المسلمين في المعارك ماذا تقول؟ نعم يا إمام مالك هل أنت بالداخل؟ مرحبا يا عبدالله خيرا أنسيت موعدنا؟ اليوم يعقد والي المدينة اجتماعه مع العلماء والفقهاء والأدباء ولا يكتمل الاجتماع إلا بحضورك لم أنس بالطبع ولكن ما زال الوقت مبكرا ولكن الوالي قد أعد مأدبة فاخرة وأقترح أن تتناول طعام الغداء معه قبل الاجتماع ولكن لدي ما هو أهم؟ وما الأمر؟ ما هذه الآثار التي على أصابعك؟ ولماذا تشمر ذراعيك هكذا؟ لأنني أعمل مع أهل بيتي ماذا تعمل؟ أعد هذا العجين لنخمزه أنت بنفسك؟ وما المانع؟ اعذرني ولكنني أعرف أنك ميسور الحال ويمكنك إحضار خادم وأضيع ثواب خدمة أهل بيتي آه تتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن عليه الصلاة والسلام نعم نعم ألم يكن في خدمة أهل بيته وأوصانا بذلك؟ حسنا سأسبقك إلى الوالي وسننتظرك في الاجتماع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندما داع صيت الإمام مالك وزاد عدد طلابه قرر أن يبدأ في استقبالهم في منزله خاصة أنه مع تقدمه في السن كان يجد صعوبة في الخروج من منزله في كل مرة ترتدي ثوبا غير الآخر لماذا تهتم بمظهرك إلى هذه الدرجة يا سيدي قبل أن تعقد حلقات العلم؟ دائما ما أنصح من أنعم الله عليه أن يظهر أثر هذه النعمة عليه وأهل العلم أولى بذلك فينبغي لهم أن يظهروا النعمة على ثيابهم كان الإمام مالك يقوم بكل هذا إجلالا للعلم وخاصة للقرآن الكريم وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وآخر حديث أقوله لكم اليوم هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض أي إيجارها فسئل صلى الله عليه وسلم ألا يجوز حتى إيجارها مقابل بعض الذهب أو الورق والورق هو الفضة فقال عليه الصلاة والسلام أما الذهب والورق فلا بأس به لكن لا يجوز أن تؤجر بستانا مثلا لشخص آخر مقابل حصة مما تطرحه أشجار البستان من فاكهة لأن في هذا مخاطرة فربما لا تثمر الأشجار بعد إيجارها ولهذا وحرصا على حق المؤجر ينبغي أن يأخذ حق إيجار الأرض مبلغا من المال المتفق عليه سيدي الإمام مالك ما الأمر؟ اعذرني يا إمام أعرف أن حلقة اليوم مخصصة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنني قادم من سفر من بلاد المغرب وقد أرسلني أحد علمائنا هناك برسالة إليك إنها مسألة فقهية لا يعرف علمنا الرأي فيها ولذا طلب مني أن أسألك عنها وأن تفتينا فيها كان من أهم ما يميز الإمام مالك أنه حريص على الفتوى فلا يفتي إلا بعد أن يتأكد مما سيفتي به أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بهذه المسألة ولكني جئت من مسيرة ستة أشهر لأسأل عن هذه المسألة حسنا عد غدا لعلني أجد لها جوابا من صاحب المسألة التي سألني عنها أمس ها أنا يا إمام لا أعرف لهذه المسألة إجابة ليس على وجه الأرض أعلم منك وما جئتك من مسيرة أشهر إلا لذلك بحثت عن إجابة لها وصدقني لا أعرف الجواب الفتوى ليست أمرا هينا يا بني وينبغي للعالم قبل أن يفتي أن يعرض نفسه على الجنة والنار ويرى كيف يكون خلاصه في الآخرة فهمت يا إمام مرحبا بك يا أمير المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كم اشتقت إلى الكلام معك يا إمام والانتفاع بعلمك أسأل الله أن يجعلني على قدر هذه المسئولية ولكن لي عليك عتاب يا مالك فلتعاتبني يا مولاي عندما أطلب منك الحضور لتجالسني وتنصحني تأتي دون إبطاء ولكن عندما أطلب منك الحضور لتعليم ولدي هارون وموسى لا تحضر فما الأمر؟ هل ترفض أن تكون معلما لأبناء الخليفة؟ لا يا مولاي ولكنني أرفض أن آتي لأعلمهما لا أفهم يا أمير المؤمنين العلم يؤتى إليه أن يأتي المتعلمون إلى أهله ولا يذهب أهله إلى الناس ليعلموهم صدقت يا إمام هكذا تعلمنا وهكذا نعلم أبناءنا هارون موسى أمرك يا أبي من الغد ستذهبان إلى حلقة الإمام مالك وبعد الحلقة تصحبانه إلى منزله فهذا هو إمامنا الجليل على الرحب والسعة يا مولاي أستأزنك في الانصراف يا أمير المؤمنين أيها القائد فلتذهب مع الإمام حتى الباب أمر مولاي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمرك عجيب أيها الإمام لم أرى أحدا يجلس مع الخليفة إلا وكان متوترا ويتصبب عرقا ولكني أراك دائما وقورا وهادئا وكأنك لا تخشاه لأنني لا أخشاه بالفعل أنا أحترمه وأحبه وأقدره ولم أخطئ لأخافه ترك الإمام مالك من بعده كتابا من أهم كتب العلم إنه الموطأ ومن هذا الكتاب أخذ الكثيرون علمهم عاش بطل قصتنا في زمن الفترة أيما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدعى برصيصة يقولون إن الراهب برصيصة كان يصوم عن الطعام أربعين يوما لا يشرب فيها إلا الماء ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى يا رب يا رب لقد تعبت من السجر لماذا يقتن الراهب برصيصة في هذا المكان الموحش؟ إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده ها قد وصلنا سأطرق الباب بسمك اللهم أرحني يا الله بعظيم رحمتك لقد بدأ في صلاته الآن ومتى سينتهي يا أبا نوب؟ لا أدري قد يصلي عشر ساعات وأحيانا يستغرق في الصلاة لأيام كاملة وهل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم هيا يا أبا نوب سنأتي له في وقت لاحق ماذا بك يا سيد الشار؟ أراك تبدو حزينا مهمومة كلما أرسلت الشيطان ليوسوس إلى ذلك الراهب وينهيه عن الصلاة فشيل في مهمته تقصد برصيصة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض ولكننا جربنا كل الحيال معه دعني أحاول مرة أخرى لن نخسر شيئة يعجبني حماسك للعمل لا بأس حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولا بأول من أنت يا أخي؟ السلام عليك أيها الراهب الكريم برصيصة وعليك السلام لم أتعرف عليك بعد واحد من آلاف المخلوقات فما أهمية الإسم؟ صحيح يبدو أنك رجل حكيم أرجوك أرجوك أن تعلمني شيئا أستفيد به في حياتي سأعلمك دعاء إذا قلته على جسد مريض شفيا من مرضه في الحال وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأصرعهم وأسكن في داخلي وسيستنجد أهالي المرضى بالراهب العادل الصالح وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شوفي بالضبط يا سيد الشر ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون نار في رأسي اهدى يا وزيري أين الأطباء؟ عرضناه على كل الأطباء يا مولاي سيد الملك باتريك هل لي أن أقترح حلا لعلاج الوزير بلاطس؟ تحدث يا الجندي أبا نوب هناك راهب صالح يسكن في صومات في أطراف المدينة يدعى برصيصة سمعت به وماذا بوسعه أن يفعل؟ قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجابا عند الله آه النار بداخلي أنقذوني آه خذوه إلى ذلك الراهب فورا ربما أمكنه العلاج لن نخسر شيئا بالتجربة أرجوك يا سيدي صل من أجله أو اقرأ له شيئا من الدعاء المبارك الدعاء المبارك؟ ومن غيرك يستطيع علاجه سأجرب شيئا ربما نجحت آه نار في رأسي النجدة النجدة الشيطان الأبيض يخرج من جسد الوزير أين أنا؟ وما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ أما تشعر بالألم؟ على الإطلاق، إنني في أتم صحة، حمدا لله يا له من أمر عجيب بورك فيك يا سيد الراهب أنا لم أفعل شيئا يا لك من رجل متواضع هذه شيم العظام اسمح لي أن أقبل يدك يا سيد الراهب لألتمس البركة وأنا أيضا أرجوك يا سيد برسيسا لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا قلت لكم لا وألف لا، كيف أعيش مع امرأة غريبة في بيت واحد؟ لن تكون في بيت واحد، سنبني لها غرفة بجوار صومعتك سأراها في طريقي كل يوم سأمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة، ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب لا، لا، ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة يا سيد الراهب، نحن مضطرون للسفر جميعا وستهلك المسكينة بدونك، هل يرضيك هذا؟ ولكن... أرجوك يا سيدي، قل موافق ولكن... نتوسل إليك أن لا تخذلنا لا فائدة، ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة سافر إخوة الفتاة، وتركوها في رعاية الراهب الذي كان شديد التخوف من فتنة النساء وكان لشدة حرصه يترك الطعام على بابها، ويترك الباب ثم يجري حتى لا يراها أو يتحدث إليها أين كنت مختفيا يا صديق العزيز؟ آه... تواتجول في أرض الله واسع متأملا مخلوقاته العجيبة دعائك الذي علمته لي أثاره طيب للغاية، ما قرأته على مريض إلا وساعده على الشفاء الله هو الشافي، ما نحن إلا أسباب في يديه ماذا بك يا صديقي؟ أشعر بشيء من الهم والخوف، فلقد عهد إلي بمسؤولية ثقيلة في رعاية فتاة تقطن بجواري عانك الله، سمعت اليوم صوت الذئب يحوي، لعله اشتم رائحة طعام قريبة أنا وضعت الطعام على بابها، أيكون الذئب قد أكله؟ لست أدري، كان الأحوة أن ننتظر حتى تأخذ منك الطعام بنفسها أتظن ذلك؟ يا أيها الناس، كنوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عذر مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لعلك أنت سيد الراهب لا لا؟ لست هو؟ من تكون إذن؟ بل أنا برصيصة ولكنني لست سيداً لأحد هذا ما قصدته هذا تواضع عظيم منك إليك هذا الطعام أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي هذا واجبي لقد خشيت أن يأكل الذئب الطعام لهذا وقفت أنتظرك هل الذئب قريب من هنا؟ ماذا؟ لست أدري ألك حاجة في شيء؟ إني خائفة أقصد شكراً لك سيدي على تعبك أغلق الباب خلفك جيداً أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي أستغفر الله أستغفر الله يجب أن أبدأ صلاتي من جديد يسمع برصيصة أحدهم قادمة هي بالتأكيد ما هذه الجرأة؟ لن أفتح لها أحدهم يطرق الباب من بالباب؟ نهوانا معذرة يا أخي كنت أظنك هي هي؟ هي من؟ الفتاة التي حدثتك عنها لا تذكر شيئاً الفتاة التي عهد إلي إخوتها برعايتها نعم نعم تذكرت سمحني مثل هذه الأحاديث لا تعلق برأسي أقسم لك أنني لم أحدثها إلا مرة واحدة خشيت أن يأكل الذئب طعامها ومن وقتها لا أطرق بابها هتقصد المسكينة التي توشك على الموت؟ ماذا تقول؟ نعم مريضة تحتضر وكيف عرفت؟ سعالها يدمي القلوب مسكينة ستموت موتاً بطيئاً إذا لم يسعفها أحد ما العمل؟ كيف أتصرف؟ ادخل إلى غرفتها وحاول أن تساعدها لا تخشى على نفسك فأنت راهب وعابد وزاهد ودعواتك مجابة بأمر الله نعم ولكن إما هذا وإما أن تتركها تموت يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدر مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم عفواً لدخولي إنما أردت أن أطمئن عليك أهلاً سيدي دعك من الكلام الآن وتناولي هذا العسل الجبلي هو مفيد جداً لك ما أطيب طعمه شكراً لك لا شكر على واجباً يا معذيرة لم أعرف اسمك اسمي ريموندا يا سيدي ريموندا؟ ما معنى هذا الاسم؟ يقولون إن معناه نور العالم نور العالم يا له من معنى جميل إنني في الحقيقة نادم أشد الندم نادم على فعل الخير؟ لم أعد أفهمك يا صديقي لقد شفيت الفتاة تماماً لم تعود بحاجة إلى وجودي بجانبها أكمل ثم ماذا؟ لكنني أواصل زيارتها كل يوم ونجلس معاً للحديث والضحك بدون ضرورة للزيارة كيف بدون ضرورة؟ إن هذه المسكينة تعيش أحدها بين أربعة جدران ومن واجبك أن تسليها وتؤنس وحدتها أؤنس وحدتها هذا هذا كلام خطير ما الذي يخيفك في الأمر؟ يخيفني أنني رجل قد أقع في الفتنة وهي امرأة آية في الجمال والرقة والعذوبة تتحدث كأنك إنسان عادي أنت راهب يا برصيصة وزاهد ونفسك طاهرة أنت غير الناس جميعاً أتظن ذلك حقاً؟ سيدي الراهب ألن تذهب إلى صومعتك لترتاح؟ راحتي هنا إلى جوارك لقد تأخر الوقت يا سيدي والأفضل لصحتك أن تنام كيف أنام وأترك نور العالم كله؟ أنت نور عالمي يا ريموندا ولا سعادة لي بدونك ريموندا أين كنت كل هذا الوقت؟ ما أدرت يا سيد الشار كنت مجغولاً في العمل مع الراهب برصيصة؟ مهم نعم نعم وهل وصلت إلى نتيجة ما؟ أجبني بسرعة لقد سقط مرصيص في الفاحشة حقا؟ لا أصدق لقد فعلتها أيها الشيطان الأبيض لماذا تبكين الآن؟ ليتني ميت قبل أن يحدث ما حدث إنني أكره نفسي أما أنا فلا يوجد في قلبي إلا الحب لك يا ريموندا أرجوك يا سيدي اتركني اتركني وكفى ما جرى بل ستأتين معي لتعيش في صومعتي فليشك فينا أحد من الناس ماذا سيفعل إخوتي عندما يعلمون بالفضيحة؟ ومن سيخبرهم بها؟ هل سأعيش بقية عمري على هذا النحو؟ وأثمرت جريمة برصيصة مع الفتاة طفلا بريئا لا ذنب له قلت لك ألف مرة إنني لا أريد طفلا نحن لسنا زوجين لتنجي بيلي لقد جاء المسكين إلى الدنيا ولا ذنب له فيما جرى ماذا سأقول للناس إن علموا بوجوده؟ أسكتيه فورا بأية طريقة؟ المسكين يتألم من البرد سأذهب أنا إلى غرفة القديمة فأحضر ما أجده من ملابس لعله يتدفأ ويرتاح السلام عليك أيها الراهب العابد الطاهر لمن هذا الطفل يا ترى؟ لا أدري لو رآه غيري من الناس لظن أنه ولدك ولو رآه إخوة الفتاة ماذا سيفعلون بك؟ هذه مشكلة وعليك أن تحلها وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع كان برسيسا مشغولا بدفن الطفل بعد قتله سأساعدك سأساعدك لقد أحضرت له الملابس الثقيلة هل نعم؟ سأذهب إليه إنني لا أجده في الصومع برسيسة؟ برسيسة؟ أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني فعلت ما كان ينبغي أن أفعل أنا لا أفهم أين ابني؟ أين ابني؟ ابنك كان سيجلب لنا العار وقد تخلصت منه قتلته؟ لا لا أنت تكذب أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برسيسة أستحلفك بالله ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات لا لا أرجوك قل لي أين هو؟ أنا قتلته ودفنته بيدي هتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس أهذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك قلت خرسي سأحبسك في هذه الصومعة حتى تتعلم الأدب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تحدث يا برسيسة لقد قتلت الطفل مثل ما نصحتني أنا؟ أنا؟ أنا لم أنصحك بالقتل قلت لك فقط يجب أن تتخلص من الفضيح المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي آه هذا خطأ كبير قد يمر أحد الناس بجوار الصومعة فتستنجد به أو تحكي له كل شيء أي يمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنسى أنها مجروحة أنت قتلت ابنه المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة إذن أقتلها وأجبرها على الصمت انتظر يا برصيصة لا تتعجل يا أخي العاجلة من الشيطان أسلوبك رائع يا أبيض وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ أخرج من هنا أخرج من هنا ماذا تريد؟ لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتيني أن تلتزم الصمت وتنسي ما جرى كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك لا، لا يا برصيصة لن أصمت أبدا إذن أنت لم تتركي لي خيارا آخر لقد قتلتني قبل ذلك مرتين قتلتني يوم وثقت بك وقتلتني يوم أخذت ابني لا فائدة يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره وقتل برصيصة ريموندا اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي إنك أنت الغفور الرحيم سيد الراهب، كيف ماتت أختنا ريموندا؟ مرضت مرضا شديدا وحاولت إسعافها بكل الطرق نعرف أنك لم تقصر يا سيد الراهب في مداواتها شكرا لكل ما فعلته من أجل أختنا لقد قمت فقط بواجبي من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر، أين أختك؟ لا تذكرني، رحمها الله، ماتت مريضة بل ماتت مقتولة، بعد أن كيف تجرؤ على اتهام الراهب برصيصة بهذا؟ عندي الدليل على صحة كلامي هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب نفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة كان كابوسا فضيعا، لقد رأيت لا عليك أما أنا فلا أستطيع الكتمان، ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا هذا نفس ما رأيته، ودلني عليه رجل مسافر هو نفس حلمي أيضا لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها نعم، على يمين الباب في حفرة عميقة ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب هل يمكن أن نرى جميعا نفس الحلم؟ دعونا نتحقق من هذا الأمر وحفروا الأرض، ثم أخذوا الراهب جرا ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برصيصة أصمت أيها المجرم أرجوكم، أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس أجمعين لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه اخرس ولا تزد كلمة واحدة يا للفضيحة، يا للفضيحة يا لك من داهية يا أبيض إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية لست راضيا عن نفسي بعد يا سيد إبليس كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة ثم جعلته يقتل مرتين هذا غير الكذب فماذا تريد أكثر؟ إن الطموحي لا يتوقف عند أحد ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى، سترى حالا يا سيد إبليس أرجوك يا صديقي أن تنجيني أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيد الراهب لم أعود راهبا أنا فاحش وكاذب وقاتل أرجوك ساعدني كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستح وأنت أتقى من إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي ثم إنك اعترفت لإخوة الفتاة بكل ما فعلت وأوقفك في غاية الصوبة أنت الذي دفعتني لهذا كنت تشير إلي أن أحدثها ألا أتركها وحيدة كنت تشجعني دائما حتى حتى ماذا؟ أكمل أنت شيطان نعم أنت شيطان خيرا عرفتني ولكنه إدراك متأخر يدل على الغذاء الشديد لا تؤخذني إنما أقرر حقيقة دعك من الكلام وفعل شيئا سيقتلونني سيقتلونك هذا شيء مؤكد وليس أمامك إلا حل وحيد قبلته قبلته ما هو؟ أسجد لي سجد واحد وأنجيك من كل هؤلاء قبلت الآن يا سيد إبليس أستطيع أن أقول أنني أتممت المهمة إنني ساجد أمامك فأجرني هذا ما أردته منك يا ورصيصة وكانت النتيجة أنك كفرت بربك إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كمثل الشيطان كمثل كمثل الشيطان الذي حفظ القرآن وهو في السابعة من عمره رحلته في طلب العلم ما هذا الذي تحمله يا محمد؟ هذه مجموعة هذه مجموعة من العظام يا أمي عظام؟ ولم تأتي بالعظام للمنزل؟ إنني أستعملها كبديل عن الألواح التي يكتبون عليها لا أريد أن أرهقك يا أماه بثمن الألواح ولا أرغب أيضا في ضياع فرصة لطلب العلم سامحني يا بني كنت أتمنى أن أتمكن من مساعدتك ولكن يعلم الله أنني لا أدخل جهدا في هذا لا عليك يا أمي انظري ماذا أحضرت أيضا هذه رسائل مكتوبة يا محمد ماذا ستفعل بها؟ إنها رسائل لا يريدها أصحابها أخذها منهم وأكتب على ظهرها اطمئني يا أمي فهناك دائما طريقة للحصول على العلم وتدوينه كانت هناك بعض المشاكل تواجه الصبي من وقت إلى آخر ويكاد يفقد الأمل في إكمال رحلة تحصيله للعلوم ولكن أمه تلك المرأة العظيمة كانت ذكية بما يكفي لتنصح ولدها نصائح عظيمة ما الأمر يا محمد؟ المعلم يهملني ولا يهتم بي لأنني لا أدفع له أجر الدروس التي أتلقاها فهمت أنت تسأله كثيرا لتفهم ولا يجيب عن أسئلتك أليس كذلك؟ بلى عذرا يا أمي لا أريد أن أثقل عليك وأزيد إلى همومك هما آخر ولكنني بالفعل حزين بسبب هذا الأمر ولا أجد له حلا أنا عندي الحل ماذا؟ أحضر الدرس مع أبناء الأغنياء ولا تشعر المدرس أنك ستضيع وقته بالأسئلة واستمع لما يقول وافهمه جيدا وأنا واسقة من أنك ستستفيد من هذا الأمر وتستغله لصالحك ولما رأى المعلم ذلك أدرك أنه أمام فتى مميز وقرر أن يستمر الشافعي طالبا عنده ما دام يساعده في أمور التدريس أرى أنك سعيد يا محمد هل تسير الأمور في الدرس على ما يرام؟ نعم يا أمي شكرا لنصيحتك الغالية هل كانت مفيدة فعلا؟ نعم وقد تعلمت منها أمرين ماذا تعلمت؟ تعلمت الذل للعلم والأدب للمعلم بارك الله فيك يا بني ولأن والدته كانت حريصة عليه فقد قررت أن تداخر مبلغا من المال تستعين به على تعليم ولدها ولأنها تعرف أن كل فروع المعرفة مهمة لطالب العلم فقد أرسلت الشافعية لإحدى القبائل في البدو ليتعلم أشعار العرب ونصحته بأن يمارس الرياضة حتى يشغل وقت فراغه ولذا سيصبح الشافعي عالما فقيها أديبا ورياضيا أيضا شاب مسلم يتمنى الكثيرون أن يصبحوا مثله كانت مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحدة من أهم محطات الإمام الشافعي وقد تتلمذ على يد إمامها العالم مالك بن أنس أخشى أن أكون سببا في إرهاقك يا سيد مالك على العكس أنت طالب علم مميز تذكرني بشبابي كنت نهما للمعرفة مثلك هذه شهادة أعتز بها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي مالك لسؤال أرجو أن تجيبني عنه تفضل سلما بدلك بينما أنا أجلس مع بعض الأصدقاء كانت هناك حمامة تهدل من وقت إلى آخر وأزعجني صوتها للغاية فسألني أحد أصدقائي عن سبب غضبي فحلفت له بالطلاق أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل ما أسوأ ما فعلت ألم تسمعني أحذر مرارا من الحلف بالطلاق هذا ما حدث فهل امرأتي طالق الآن؟ أنت حلفت أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل والحقيقة أنها تكف من وقت إلى آخر ولا تستمر في الصياح طوال الوقت ولذا فامرأتك طالق للأسف هذا ما توقعته شكرا لك السلام عليكم أعتقد أن لي رأيا آخر في هذه المسألة ترى هل ألحق بهذا الرجل أم أتركه؟ أنا أنا واثق من رأيي ولدي الدليل سألحق به انتظر يا سيدي انتظر ما الأمر أيها الشاب؟ اعذرني سمعتك وأنت تسأل إمامنا مسألتك وأراك حزينا ما دمت قد سمعت السؤال فلا بد أنك سمعت الإجابة ولكن لا أظن أن امرأتك طالق فالقسم الذي أقسمته صحيح ماذا؟ الخطأ الذي ارتكبته هو أنك أقسمت بالطلاق ولكن لم تقسم على باطل بل قولك إن الحمامة لا تكف عن الهديل قول صحيح انتظر هل لديك دليل على ما تقول؟ بالطبع سيدي مالك سيدي مالك سيدي مالك ما الأمر؟ هذا الشاب يفتي أن امرأتي ليست بطالق أنت يا محمد؟ نعم يا سيدي ومن أين لك بالعلم لتفتي فتوك هذه؟ منك يا إمام ماذا تعني؟ إنه حديث حدثتنا به وهو أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب رأيه صلى الله عليه وسلم في رجلين تقدما للزواج بها منهما رجل يقال له أبو جهم فنصحها الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً أما أبو جهم فلا يضع العصى عن عاتقه أي لا ينزلها عن كتفه وهو يقصد بذلك أنه يضرب زوجاته كثيراً والحقيقة أن هذا الرجل لا بد أنه ينزل العصى عن كتفه ولكنها بلاغة الرسول في التعبير وهذا ما قصده هذا الرجل عن كثرة هديل الحمامة وكأنها لا تتوقف عن ذلك ما رأيك يا سيدي مالك؟ آه ألم تسمع؟ لقد جاءك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكرر القسم بالطلاق مرة أخرى بالتأكيد لن أفعلها السلام عليكم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ولأن هارون الرشيد كان من تلاميذ الإمام مالك بن أنس أستاذ الشافعي فقد كان حريصاً على أن ينهل ابنه من نفس النبع الذي نهل منه نبع العلم وهكذا أرسل ابنه للإمام الشافعي وكان الدرس الأول الذي أعطاه الشافعي لابن الخليفة درساً عجيباً السلام عليكم يا إمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت إذن ابن الخليفة أليس كذلك؟ بلى حسناً حسناً هه ما هذا؟ لماذا؟ هذا هو درسك الأول لقد انتهينا اليوم من المؤكد أنك فعلت شيئاً أغضبه لا يا أبي لم أنطق بكلمة واحدة ربما سألك ولم تنطق فضربك لم يفعل نظر إلي وسألني إن كنت ابن الخليفة ثم ضربني دون سبب هذا أمر عجيب ولا يمكن السكوت عليه أطلب منه الحضور يا أبي واسأله لما فعل هذا لا يا بني لقد تعلمت من معلمي مالك بن أنس أن للعلماء قدرهم لا بد أن الإمام الشافعي فعل ما فعل لحكمه ولذا سأذهب إليه بنفسي أتعرف سبب زيارتي يا إمام؟ نعم وقد توقعت هذه الزيارة وانتظرتها هل أغضبك ابني فضربته؟ لا لم يفعل شيئاً إنه فتن حسن الأخلاق حسناً أنا متأكد أنك لم تفعل هذا إلا لحكمه فهل لي أن أعرفها؟ تعال يا بني لقد ظلمتك وضربتك دون سبب أليس كذلك؟ بلى وأريد أن أعرف السبب أنت ابن الخليفة وعندما تكبر سوف تصبح خليفة إن شاء الله ولقد دربتك حتى تعرف معنى الظلم فإذا كبرت لا تظلم أحداً وهذا أول درس لك عندي وأهم درس يا إمام يا إمام نحن كلانا من طلابك ولكننا واقعان في مشكلة وما مشكلتكما؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من الأمور التي تصلح بها الحياة؟ بلى وما دمنا نملك تغيير المنكر باليد فلماذا لا نغيره ما دام لن يؤذي هذا أحداً؟ احكي له الحكاية كاملة سأخبرك يا سيدي كنا في السوق ورأينا رجلاً يريد شراء قلة بكم تبيع القلة؟ هذه هذه قيمتها ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم؟ هذا كثير هناك من يبيعها في السوق بدرهمين فقط اذهب واشتري من عنده إذن لماذا أتيت إلي؟ يا لك من بائع عنيد حسناً سأحذر كل من في السوق كي لا يشتر منك أردنا أن نتدخل في الأمر وهنا بدأ خلافنا أنا رأيت أنه من الواجب أن نمنع الرجل من فعله هذا فوراً لأن البائع ربما تضرر تجارته لو ذكر المشتري للزبائن بالسوء وهذا ما فعلته أما رأيي فكان أن ننصح البائع نفسه بأن لا يطمع في ربح أكثر ربما تسبب في خسارة أكبر وهذا ما فعلته كلاكما على صواب ولكنكما أخطأتما أيضاً ماذا؟ تصرفكما كان سببه ما فعله المشتري مع البائع وأنه أراد أن يفضحه في السوق هذا ما دفع كل منكما ليفعل ما فعله ولكنكما تصرفتما بالطريقة نفسها التي اعترضتما عليها عفواً لم أفهم يا سيدي لو أنني رأيت أحداً منكما يفعل خطأاً فلن أواجهه أثناء الدرس سوف أنتظر حتى أجتمع به وحدنا وأنصحه حتى لا أحرجه أمام الناس باختصار من وعظ أخاه سراً فقد نصحه ومن وعظه علانية فقد فضحه مرى بالمعروف وانهيا عن المنكر وانصحا لوجه الله ولكن دون أن تحرجا أحداً السلام عليكم يا عماه وعليك السلام ورحمة الله ما لي أراك مهموماً وحزيناً إنه أخي يا إمام يبدو أنه مصر على إزعاجي لم أستطع النوم طوال الليل بسبب صراخه مع أبنائه أولاً ثم سهره مع أصدقائه حتى الفجر يتضحكون بصوت عال ما الأمر؟ لماذا لا تراعي ظروف أخيك؟ وماذا أصنع له؟ إننا نعيش في زمن عجيب الأخ لا يريد لأخيه أن يستمتع ببعض الوقت في منزله ألستم حقاً؟ أليس زمناً غريباً وعجيباً؟ العيب ليس في الزمان بل في من لا يفكرون إلا في أنفسهم آه نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذنب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضاً عياناً إنه أخوك الكبير تذكر أنك سوف تصبح في سنه يوماً من الأيام لو أطال الله في عمرك وقد يصبح نومك خفيفاً مثله فعمل لمثل هذا اليوم في الدنيا من الآن وليوم أهم تحاسب فيه على كل ما فعلته السلام عليكم مهلاً مهلاً يا سيدي هل لي أن أسألك سؤالاً؟ تفضل كثيراً ما أراك تسير هذه العصى معك لماذا تمسكها دائماً؟ مع أنه من الواضح أن صحتك هو الحمد لله على ما يرام ولست بضعيف لتحتاج إليها لأتذكر طوال الوقت أني مسافر تعلم الكثيرون على يد الإمام الشافعي ومنأ علمه الآفاق حتى أصبح من الآئمة الأربعة في الفقه الإسلامي وظلت بلاغته تأسر من يستمعون إليه حتى وهو يصارع الموت كيف حالك الآن يا إمامنا؟ أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولسوء عملي ملاقية ولكأس المنية شاربا وعلى الله تعالى واردا ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها وهكذا توفي العالم الجليل التقي البليغ الذكي محمد بن إدريس الشافعي وهو في الرابعة والخمسين من عمره تاركا وراءهما يزيد على مئة وأربعين مؤلفا في مختلف فروع العلم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير كان سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطابا مؤثرا دمعت له العيون وخشعت له القلوب وبعد أن أنهى خطابه تبعه رجل وسأله يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟ قال سيدنا موسى لا فعتب الله عليه لأنه لم يرجع إليه العلم وقال له إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك ودله كيف يصل إليه بأن يصيد حوتا ويشويه ويضعه في سلة وعندما يصل إلى مجمع البحرين سيقفز الحوت المشوي من سلته إلى الماء وقال له إن فقدت الحوت فقد وجدت الرجل الصالح عرفتنا السيرة المشرفة أن اسمه الخضر وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا مولانا الملك هادد بن بدد الكبير يبدو أن عاصفة تنتهب العاصفة بدأت بالفعل أرى أن نحتمي من الماء ماذا نفعل يا سكر أطول أشرع وننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا موسى العاصفة يا مولاي دفعت عشرين سفينة إلى المرسى وقد استولينا عليها جميعا كما أمرت ما هذا؟ هل عميت؟ إنها حطام سفينة يمكن إصلاحها يا مولاي كيف تجرؤ؟ إن أسطول الملك هادد بن مدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها وماذا نفعل بهذه؟ ألق بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرق بهم هذه هي النهاية سنموت هنا نحن مساكين لم نوذي أحدا بل يعترف كل منا بذنوبه وأخطائه انظروا الأرض هناك في الأفق هل هذه كذبة أخرى؟ بل هي الحقيقة ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟ سارعوا جميعا في التجديف إلى تلك الأرض إنها فرصتنا للنجاة وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر ويتمعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه شيء غريب كيف توقفت العصيفة فجأة؟ هناك رجلان روحان لنا إن أحدهما هو الخضر ومن يكون الخضر هذا؟ رجل طيب ومبارك لكنه لا يختلط كثيرا بالناس هل سنأخذ منهما أجرا؟ بالطبع لا يكفي أننا سنتشرف بركوبهم السفينة انظروا هناك الخضر ينزع لوحا من السفينة هل أنت واثق مما تقول؟ رأيته بعيني اذهبوا لتتأكدوا بأنفسكم لا يمكن أن أصدق هذا لماذا يؤذينا؟ ونحن لم نأخذ منه أجرا حتى صاحبه كان يلومه سمعته يقول له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة وما فائدة العتاب الآن؟ وقد خاربت السفينة سنضطر إلى الرسو في أقرب ميناء فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا الأجرة يا سيد حليم أي أجرة؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد والعمل يا سكر كيف سنأكل؟ ومن أين سنعيش؟ إنني مثلكم لا أدري شيئا يفعل الله ما يشاء هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان؟ أم نشكوهما للقاضي؟ لا يوجد قاض في هذه الأرض الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور وهو اسم على مسمى يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم من أصحاب هذه السفينة؟ أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي لماذا؟ ما الذي فعلنا؟ هذه أوامر الملك وقانونه الجديد هيا ابتعدوا ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا والآن يطلبها مننا الملك الظالم ليس أمامنا إلا أن نمضي أو نبحث عن عمل أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد انتظروا أيها البحارة المساكين هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا خذوها انظر يا نعمان هل يتسرب الماء إلى الداخل؟ ولا قطرة واحدة عادت السفينة إلى حالتها الأولى اللوح أعيد في مكانه لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلا هكذا هيا ننزلها إلى الماء انتظروني معي كيس مملوء بالفضة ما كل هذا الخير الذي حل بنا؟ هذا بفضل الخضر لولا أنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس اندهش من هو خير مني ومنك سيدنا موسى عليه السلام ولكنه تذكر وعده للخضر وعاد لمرافقته في صلت أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا غادر سيدنا موسى السفينة مع الخضر لإكمال رحلة العلم وذهب إلى أرض يابسة هيا يا حيصور لقمة واحدة أخيرة لا لا أريد الحلوة الحلو بعد أن تنتهي من صحنك قلت لا أريد سأغضب منك وأخاصمك إذا فعلتها ثانية اصبر عليه يا إليا هذا التدليل سيفسده يا صبرون إنه وحيدنا وسندنا في المستقبل ولكن يجب أن تلومه على سلوكه السيء غدا يكبر ويعقل ويدرك الصواب بنفسه حيصور حيصور أين أنت يا صغيري اخفض صوتك قليلا يا إليا أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلا أين ذهب الغلام لا أدري كان يلعب هنا قبل أن أنام لقد خرج من البيت لا تقلقي لعله يلعب في الفناء قليلا أرجوك 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 أن تبحث عنه قلبي أحدثني بأنه في خطر حسنا سأذهب من أجل خاطرك معي حلوة كثيرة سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة حسنا اختبئ يا حيصور ومن يجدك هو الفائز أغمضوا عيونكم جميعا وعدوا من واحد إلى عشرة حيصور أجبني النجدة ماذا جرى له؟ هل أغمي علي؟ بل مات كانت أمي كذلك إن الدم يسيل من من قتله؟ لا أدري ماذا حدث لولدي؟ لا أدري أقسم أنني لا أدري كنا نغمض عيوننا في لعبة الاختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا ولدي حبيبي فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إلي ألازلت مستيقظة؟ سأنام بعد قليل أعرف أن فراق حيثور يعتصر قلبك ويعتصر قلبي أنا أيضا إنها إرادة الله وقد مر عام على وفاته تقصد مقتله لن أرتاح حتى أعرف من قتله يجب أن ترتاحي وتعيشي من أجل الطفل الذي ننتظره كان حيثور يبحث عن شقيق له في أصحابه الأشقياء لا تظلميهم ليس لهم أي ذنب في مقتله ولا نعرف من قتله علينا أن نصبر ولا نكفر بالقضاء والقدر إنني لم أؤذي أحدا ولم أكذب قط ولم أرتكب أي ذنب في حياتي فلماذا؟ لماذا؟ سيعوضنا الله خيرا اهدئي واصبري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا وهما صالحان مؤمنا لا يستحقان تلك المعاملة القاسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بر الوالدين حب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في وقتها وقد أراد الله أن يبدل الأبوين الصالحين بابن بار يحن عليهما سلامتك يا أمي هل أحضر لك الدواء؟ ولدي الحبيب كنت أحلم بأخيك حيسور ليرحمه الله تفضلي يا أمي اشربي هذا الدواء عجيب مزاقه طيب كالعسل أضفت إليه قطرات من العسل حتى تضيع منه المرارة بارك الله لك يا ولدي وأدام رضاك عني يا أمي اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك بل أظل هنا عند أقدامكما ربما احتجت ما إلي هل من شيء تأمرني به يا أبي؟ لا يا ولدي إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب لا لا ابقى بجانب أمك فهي تسعد بالنظر إليك وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب هذا ما خطر بقلب النبي الكريم موسى عليه السلام لكنه تذكر وعده للخضر فعاد للاعتذار والتزام الصمت وإكمال الرحلة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير نعم يا سيد عميهود يا مشكاح السعر مرتفع لن تبيع شيئا ماذا حدث؟ لماذا تغطي رأس أبينا يا سمعان؟ لن يستطيع أن يتنفس هكذا لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح مات؟ لا 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 لمن تتركنا يا أبي؟ هذا الصراخ يؤذي الميت يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال نعم علينا أن نفكر في دفنه أولا ولكننا صغار ونحتاج إلى معاونة بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة كان بودي أن أقف بجانبكما ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى ها يذهب إلى جار آخر بإذنكما حرارة الشمس تضر صحتي هذا ثالث جار يرفض مساعدتنا سنحاول مع آخرين وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجبة جاه أبينا آه تعبنا اليوم كثيرا المهم أننا دفن أبانا وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز حسنة قليلة لامرأة مسكينة ليس لدينا ما نقدمه لك لا يا خالة انتظري لدينا بعض الخبز والماء صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء لكنه يصلح للاكل شكرا على كل حال سأموت من الجوع يا أخي لا تذكرني بالطعام أرجوك ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو ري الأغنام أو أي شيء أفكر في السفر وهجر تلك القرية لا كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبدا أو نبيعه نبيعه ومن يشتري بيتا فقيرا جداره مشقوق وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليه السلام تلك القرية وطلبا طعاما لكن الناس جميعا أبوا أن يضيفوهما يا للعجب إنه الخضر رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء مهما يكن من أمره فلن نعطيه شيئا إلا بأجل سمعان سمعان استيقظ بسرعة ما الذي حدث؟ جدار البيت فيه شق كبير هل تمزح؟ نعرف أن جدار البيت مشقوق منذ وقت طويل الشق اتسع اليوم بدرجة مخيفة انظر انظر بنفسك يا ربي سيسقط البيت عما قريب إذا لم نرممه لنسرع إذا إياك أن تقترب وإلا سقط الجدار فوق رأسينا وما العمل يا سمعان؟ ترميم البيوت يحتاج إلى قوة ومهارة وأدوات ونحن لا نملك شيئا منها نسأل الجيران الجيران مرة أخرى لن نخسر شيئا فعلا لن يكون الحال أسوأ مما نحن فيه ألم أقول لكما إنني مريض؟ سيسقط البيت فوق رأسينا أنا وأخي وتريدان مني أن أجعله يسقط فوق رؤوسنا نحن الثلاثة؟ لا فائدة هيا هيا بنا يا سمعان هذا آخر جار نلجأ إليه في القرية ماذا جرى في الدنيا؟ منذ قليل يأتين رجلان قويان ناضجان يطلبان الطعام والاستضافة والآن يأتين صبيان يطلبان المساعدة ماذا جرى في الدنيا؟ ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه وسيدنا موسى واقف ينظر إليه متعجبا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينطض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا شكرون استيقظ بسرعة انظر الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ كيف يفعل ذلك؟ وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس لا أدري المهم أنه أصلح البيت ووصل الصغيران إلى سن الرجولة آه بيتنا الحبيب مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو الحمد لله أفاض الله علينا بالخير العميم ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا هل تفكر في الزواج يا أخي؟ بصراحة نعم ولكنني أنتظر وانتسبقني فأنت الأخ الأكبر في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء افسحوا لي الطريق ألا زلت على قيد الحياة؟ ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟ اسخروا مني، اسخروا، سأذهب إلى الفاضلين، سمعان، وشكرون، ولدي الرجل الصالح ماذا جرى لهما؟ إنهما يهدمان بيتهم ليبني بيتاً أكبر منه وأوسع وما دخلك أنت بهذا الأمر؟ إنهما يطعمان كل الفقراء، احتفالاً بالبيت الجديد إذن نأتي معك بكل تأكيد الجار للجار بيت جديد وطعام للفقراء خسارتان في يوم واحد ماذا جرى للدنيا؟ أوشكنا على الانتهاء يا شكرون لا أشعر بأي تعب يا أخي ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر إنها ليست صخرة انتظر، انتظر حتى أساعدك إنه لوح ضخم من الذهب كان أبوكما غنياً الآن عرفت أين وضع ثروته انظر إليه جيداً إن عليه كتابة أستطيع أن أقرأها بوضوح اقرأ بصوت عال عجب لمن عرف النار ثم ضحك عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن يا الله، هذه النصائح هي الكنز الحقيقي انتظر، عليها كتابة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله محمد؟ لم أسمع به من قبل لكنه مكتوب فوق لوح الذهب ماذا ستفعلان بالكنز؟ سنتبع ما فيه من نصائح غالية الحمد لله أننا لم نكتشف في صبانا وإلا غرر الذهب وما فطنا لما هو أكثر قيمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا